بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم يعطيكم العافية معكم ايمان الخراز معلمة التربية الاسلامية من اكاديمية ومدارس رؤى الفاروق ودرس اليوم بعنوان دعوة ابراهيم عليه السلام لأبيه الاهداف اللي رح نحققها في درس اليوم ان شاء الله ان نستمع الى ما تيسر من سورة مريم الايات المقررة معنا من اي 41 الى 45 اهم المفردات والتراكيب لحتى يكون فهمنا للايات فهم واضح وسليم ونفسر الايات الكريمة تفسير واضح ونشوف اهم المضمونات الموجودة في هذه السورة واخيرا نحفظ الايات غيبا خلينا بداية نستمع الى الايات المقررة معنا من سورة مريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال ليابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يبسك عذاب من الرحمن فتكون للرحمن فتكون للشيطان وليا وقبل ما ندخل بتفسير الايات الكريمية اللي بين ايدنا من سورة مريم خلينا بداية نشوف اهم المفردات والتراكيب لحتى يكون فهمنا للايات فهم سلس وواضح اول مفرد معنى قوله تعالى ولا يغني عنك شيئا وما معنى ولا يغني عنك شيئا يا فرح احسنتي لا يقدم لك نفعا ولا يدفع عنك ضر اذا ولا يغني عنك شيئا معناها لا يقدم لك نفعا ولا يدفع عنك ضر ثاني معنى يا محمد صراطا سويا احسنت طريقا مستقيما وهو توحيد الله الطريق المستقيم او الصراط السوي هو توحيد الله تعالى واخيرا يا احمد للشيطان وليا احسنت تابعا وعونا للشيطان في قوله تعالى فتكون للشيطان وليا الكلام الذي قاله ابراهيم لابيه ازر شو معنى للشيطان وليا تابعا وعونا للشيطان معنا مجموعة اسئلة خلينا نطرحها لحتى نجاوب عنها ونعرف من خلالها ان شاء الله كيف كانت دعوة ابراهيم عليه السلام لابيه والسؤال الاول بيحكي لنا الى ماذا دعا ابراهيم عليه السلام اباه وقومه ومما حذرهم السؤال الثاني كيف دعا ابراهيم عليه السلام اباه وثالثا ما هو الاسلوب الذي استخدمه ابراهيم عليه السلام في دعوته لقومه واخيرا على ماذا يدل تكرار قول ابراهيم عليه السلام يا ابتي ان شاء الله رح نجاوب عن هذه الاسئلة سؤال سؤال ومن خلالها رح نفهم الدرس بداية الايات اللي معنى قوله تعالى واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا الله سبحانه وتعالى وصف ابراهيم عليه السلام بانه كان صديقا اي صادقا في اقواله وافعاله ولذا بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا على قومه او نبيا لقومه لهدايتهم للخير وارشادهم طيب لو طرحت اول سؤال وحكيت الى ماذا دعا ابراهيم اباه وقومه ومما حذرهم اي فجر جاوبني احسنت اولا ترك عبادة الاصنام ثانيا يا عمر احسنت توحيد الله تعالى وعبادته واخيرا يا امل احسنت التحذير من اتباع الشيطان اذا ابراهيم عليه السلام دعا اباه وقومه وحذرهم من عبادة الاصنام وامرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحذرهم من اتباع خطوات الشيطان نبدأ باول امر دعا ابراهيم عليه السلام والده اليه وهو ترك عبادة الاصنام لو سألتكم سؤال يا سادس كيف دعا ابراهيم اباه مباشرة اجا عند ابوه حكاله يا اباتي اترك الاصنام وعبود الله ولا كان في طريقة ابراهيم في خطابه مع والده طريقة مميزة شو الطريقة يلي اتبعها شو الاسلوب يلي دعا فيه كيف دعا ابراهيم اباه يا ميس احسنتي ابراهيم عليه السلام لما كان بخاطب والده كان بخاطبه بلطف وبرفق فابراهيم عليه السلام دعا والده بلطف ورفق وذلك واضح في قوله تعالى يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولية وتخيلوا خطاب ابراهيم كم كان لطيف ورقيق وهو يخاطب والده فكان يقول له اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يعني هو خايف على والده وذلك محبة بوالده فاسلوب ابراهيم عليه السلام او طريقة دعوة ابراهيم عليه السلام لوالده كانت بلطف ورفق نرجع بس شوي لسؤال طرحته بالبداية وهو الى ماذا دعا ابراهيم اباه وقومه جاوبتوني ترك عبادة الاصنام اذا دعا ابراهيم عليه السلام اباه وقومه الى ترك عبادة الاصنام وهو اول امر قلنا ودليل ذلك قوله تعالى حكاية على لسان ابراهيم اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طيب برأيكم لماذا ابراهيم عليه السلام دعا والده وقومه الى ترك عبادة الاصنام شو العلة الموجودة بالاصنام يعني شو سبب دعوة ابراهيم لابيه بان يترك عبادة الاصنام ليش دعا لترك عبادة الاصنام اياميس احسنتي لانها عاجزة لا تسمع ولا تبصر دليل قوله تعالى ما لا يسمع ولا يبصر باضافة الى ذلك انها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضر وذلك لما سألتكم بداية شو يعني ولا يغني عنك شيئا شو جاوبتوني يا جنة اي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضر احسنتي برافو عليكي بالتالي هي لا تستحق العبادة شيء لا يستحق العبادة دعا له ابراهيم عليه السلام بان نتركه فورا ولذلك توجه مباشرة الى ابوه وقومه وطلب منهم ان يتركوا عبادة الاصنام انتقل الموضوع الثاني او الامر الثاني الذي دعا له ابراهيم عليه السلام وهو توحيد الله تعالى وعبادته حكينا اولا اول امر دعا له ابراهيم ترك عبادة الاصنام ثانيا توحيد الله تعالى وعبادته وذلك قوله تعالى يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سوية وحكينا ما معنى صراطا سوية صراطا سوية معناها توحيد الله تعالى فابراهيم عليه السلام دعا اباه آزر الى عبادة الله وحده لماذا حتى يفوز بالجنة لان ابراهيم عليه السلام مثل ما قلت لكم كان بيحب والده وكان بيحترمه وكان بار جدا بابوه ولذلك دعا ابراهيم اباه الى عبادة الله حتى يفوز بالجنة اذا ثاني امر دعا له ابراهيم عليه السلام هو توحيد الله تعالى وعبادته واضح ننتقل للي بعده التحذير من اتباع الشيطان وهو ثالث امر دعا له ابراهيم عليه السلام اذا حكينا اولا ترك عبادة الاصنام ثانيا توحيد الله تعالى وعبادته وحده واخر امر معناه هو التحذير من اتباع الشيطان وذلك قوله تعالى يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصية يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا برأيكم لماذا نهى ابراهيم اباه عن عبادة الشيطان واتباع طريقه حكينا لماذا دعاه اولا الى ترك عبادة الاصنام لانها لماذا يا غزل برافو عليك لانها لا تسمع ولا تبصر ولانها عاجزة بالتالي لا تستحق العبادة طيب لماذا نهاه ايضا عن عبادة الشيطان وعن اتباع طريقه يا فاتنة احسنتي برافو عليك لان الشيطان لا يأمر الا بمعصية فهو لا يأمر الا بمعصية الله وترك الطاعة فثالث امر دعا له ابراهيم عليه السلام هو التحذير من اتباع الشيطان ونها ابراهيم والده عن عبادة الشيطان لانه لا يأمر الا بمعصية الله وترك الطاعة واضح واضح الامور اللي تحدث عنها ابراهيم او دعا لها ابراهيم والده وقومه تمام وكمان سؤالتا رحنا بالبداية اذا بتتذكروا حكينا ما هو الاسلوب الذي استخدمه ابراهيم في دعوته كيف ابراهيم دعا والده ودعا قومه الى عبادة الله سبحانه وتعالى والى ترك الاصنام والى التحذير من اتباع خطوات الشيطان كيف يا ندا شو الاسلوب يلي استخدمه ابراهيم عليه السلام احسنتي برافو عليك استخدم ابراهيم عليه السلام اسلوب المحاورة والسؤال في دعوته لابيه وفي دعوته لمين ايضا لقومه فشو كان بيقول يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر مثل ما امر معنا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فكان يحاور ابوه وكان يسأل اسئله لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر طيب ليش استخدم ابراهيم عليه السلام تحديدا اسلوب المحاورة والسؤال يا رماس احسنتي حتى يثير تفكيره وينبهه على ان هاي الاصنام لا تستحق العبادة اذا الاسلوب الذي استخدمه ابراهيم في دعوته لقومه ولابيه ايضا اسلوب المحاورة والسؤال لماذا؟ حتى يثير تفكير والده وينبهه على ان هذه الاصنام لا تستحق العبادة نختم بسؤال اخير طرحته برضو في البداية وهو على ماذا يدل تكرار قول ابراهيم يا ابتي لو لاحظنا تكررت معنا كلمة يا ابتي اربع مرات يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن وغيرها طيب ليش؟ شو السبب؟ ليش تكررت هذه العبارة دون غيرها في هذه الايات؟ اي محمد احسنت برافو عليك اولا دليل على شو؟ على حب ابراهيم لابيه وعلى احترامه له وايضا يا ينال برافو عليك احسنت دليل على بره بابيه وحب الخير له والخوف عليه اذا تكرر قول ابراهيم يا ابتي اكثر من مرة في هذه الايات دليل على حب ابراهيم عليه السلام لابيه واحترامه له على الرغم من ان ابو شو كان كان عاصي وكان كافر ولا يعبد الا الاصنام ويتبع الشيطان على الرغم من ذلك ابراهيم عليه السلام كان يدعوه بطريقة لطيفة وبأسلوب جميل وأسلوب المحاورة والسؤال كان دائما حاضر في دعوة ابراهيم ودليل ايضا على بره بابيه وحب الخير له والخوف عليه انتهى درسنا لهذا اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس الجميل كونوا بالقرب مع درس جديد نأخذ منه الفوائد والعبار كانت معكم ايمان الخراز معلمة التربية الاسلامية من اكاديمية ومدارس رؤى الفاروق وفي امان الله دمتم اشتركوا في القناة